في الوقت اللي بتقدي فيه المطربة بوسي أسعد لحظات حياتها وهي بتستعد علشان تبدأ حياة جديدة ولبس فستان الفرح في فرحها جنب عرسها اللي اخترته كان والدها مش موجود في المشهد تماما وممنوع انه يحضر بأمر من بنته بوسي اللي قطعت علاقتها به من وقت خلفتهم علشان بيشهر بيها في الاعلام في تصريحات للاعلام مقدرش يمسك محمد شعبان والد بوسي نفسه وقال بصوت حزين وهو بعيط كان نفسي أحضر فرح بنتي وما كنتش متخيل انها ما تعزمنيش وتتجهلني كإني موت وكإني مش على ظهر الدنيا لكن للأسف قلبها بقاسي حتى على أقرب الناس ليها وما كنتش حابة بتكلم علشان ما اكسرش فرحتها بس زعل كبير وكمل وقال محدش بلغني بالجواز وما قابلتش جوزها وعرفت بالصدفة انها هتتجوز من الناس وهي ولا فكرت تقولي أي حاجة ولا حتى أعرف جوزها بس ربنا يبارك لها ويسترها في الدنيا وأنا طبعا رغم كل شيء بتمنى لها الخير والسعادة ووضح إنها ما عزمتوش علشان يحضر الفرح لا هو ولا خالها ولا أخوها فقال هي مش قاصر وما عزمتش حد فينا ولا أنا ولا أخوها وهي ملهاش أهل تاني ويعتبر ما فيش حد من أهلها في الفرح دلوقتي بس عايز أقول لها ألف مبروك يا بنتي وفرحان لك لأن الجواز سطرة وكانت المطربة بوسي عملت فرحة وتجوزت من مصفف الشعر هشام ربيع في أحد الفنادق النيلية بحضور عدد كبير من الفنانين وكانت بداية الخلافات لما كشف محمد شعبان والد المطربة بوسي إنها مش بتطمن أو تسأل عليه وإن آخر تواصل بينهم كان من أكتر من خمس سنين لما بعثت له فلوس وإنه مستني الموت في أي لحظة وقال محدش بيسأل علي من ولادي والغريب هو اللي بيساعدني وكانت بتبعت لي فلوس ولما لقت أني بتكلم عليها في الصحف والإعلام بطلت تبعت فلوس وقالت لي يا محمد يا شعبان إنسى الليك بنت اسمها بوسي وعملت لي بلوك على الموبايل ووجه ليها رسالة وقال ربنا يسهل لها واللي بتعمل فيها هيتعمل فيك بعدين أنا تعبان ومستني الموت في أي وقت فقالت الفنانة بوسي في أول رد على اتهامات والدها ليها بوم وقطعته في ناس بتطلب من والد الظهور والكلام عني والتشهير بيا وبقول له إن كنت أبا حقيقي وتعرف معنى الأبوة مش هتلجأ يوم للتشهير بأولادك وكملت ما كانش في حياتي في يوم فازاي بيطلب مني إن أكون حنينة عليه وعن الأكاذيب اللي بتتردد بإنها سابته يعيش في الشارع قالت إن دا كلام مش صح لإنه بيعيش في شقة والدتي وهو السبب في الحالة اللي موجود عليها البيت دلوقتي وقالت بوسي في حوارها مع الإعلامية منشازة لفبرنامج معكم على قناة سي بي سي ما كناش نعرف عن أبويا حاجة من ساعة لما طلق أمي ما صرفش علي جنيه من صغري وأنا بشتغل من صغري علشان أساعد أمي وكان بيطلب مني فلوس بعد وفاة أمي وكان سني 17 سنة ومع الزميش في وفاتها وكنت بشوفه بالصدفة ومعرفش أقوله يا بابا اشتركوا في القناة